من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي على أن مملكة البحرين بدأت باستخدام عدد من العلاجات لفيروس كورونا من بينها عقار هيتروكسي كلوروكين مشيرة في هذا الصدد إلى الاستمرار في متابعة كافة البحوث والتجارب العملية في هذا الشأن لما يخص البروتكول العلاجي لمرض أو المصابين بكوفيد-19 في مملكة البحرين بدأنا باستخدام عدة أدوية والتي أثبتت من خلال تجاربها في بعض الدول خاصة الدول السابقة إلينا والتي كانت عندها حالات كوفيد مثل الصين وكوريا وجربوا بعض الأدوية وأثبتت فعاليتها فإحنا في مملكة البحرين أضفنا في العلاج من البداية من أول الحالات كان دول هيتروكسي كلوروكوين ويمكن سمعتهم في الأخبار على مدى الأسبوعين الماضيين كانت تكلم حتى الأكثر دول تقدمون في العالم أن هيتروكسي كلوروكوين أثبت بعض الفعالية في علاج الحالات خصوصا إذا بدأ في مرحلة متقدمة ما تكون يعني تكون عراض زائدة ولا يكون فيه التهاب رأوي شديد طبعا دواء هيتروكسي كلوروكوين هو دواء ليس بالجديد هو دواء يستخدم في علاج حالات الملاريا قديم استخدمنا واستخدمنا أيضا في علاج بعض الحالات التي هي أمراض روماتيزم وذئب الحمراء وفي له لأنه يشتغل على جهاز المناعة والالتهابات في الجسم استخدمنا في مرض الكوفيد أو الحالات المصابة بالكوفيد في المرضى اللي كان عندهم موجب إصابة بالكوفيد وحتى إذا كما عندهم أعراض كانت عندهم عوامل خطورة وبعض الحالات يكون فيها التهاب الرأوي بسيط في بداية الإصابة بالمرض وفعلا لاحظنا استجابة لعدد من المرضى وفعلا تعافيهم وخروجهم من المستشفى وطبعا في حم الملكة البحرية نحن مستمرين في متابعة جميع الدراسات العلمية والبحوث اللي تطلع بطريقة دورية ومتسارعة في مجال علاج الكوفيد 19